ملامح وثيقة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة بدأت تتبلور بعد قرابة خمسة أشهر من العدوان على القطاع خطة ترسم مستقبل غزة في أوراق نتنياهو ويتجلى فيها السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة على القطاع إلى أجل غير مسمى الوثيقة في أبرز بنودها تنص على إقامة منطقة عازلة داخل غزة في المناطق المحاذية لمستوطنات الغلاف كما تتضمن السيطرة على الحدود بين القطاع ومصر بما فيها معبر رفح على أن يتم بتعاون أمريكي مصري قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وفق رؤية نتنياهو سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء أسلحة الحفاظ على النظام العام كما تقول الوثيقة تتطرق إلى أن الخطة ستعمل على اجتثاث التطرف في غزة بحسب ما جاء في بنودها على أن يتم بمشاركة دول عربية لديها خبرة في مكافحة الإرهاب إعمار القطاع جاء في وثيقة نتنياهو ويشير لأنه لن يكون ممكنا إلا بعد الانتهاء من نزع السلاح ويضع شرطا للدولة التي ستتولى هذه المهمة وهي أن تحظى بقبول إسرائيلي بنود تضمنتها الوثيقة قد تبرز خلافات سابقة حاضرة مع إدارة بايدن من أبرزها سيناريو من يحكم القطاع في اليوم التالي حيث ترى الإدارة الأمريكية أن تتولى سلطة الفلسطينية مهام الحكم بعد الحرب في حين تتحدث وثيقة نتنياهو عن عناصر محلية غير مرتبطة بدول تدعم الإرهاب وكالة الأونروا هي الأخرى حددت الوثيقة مصيرها إذ تصر على إغلاقها واستبدالها بوكالات مساعدات دولية وثيقة تأخرت في الظهور لكنها خرجت بعد ولادة عسيرة رفض فيها نتنياهو الإعلان رسميا عن خطة اليوم التالي للحرب لاعتبارات عديدة إلا أن هذه الخطة لم تحظى بعد بالموافقة بحسب أحد كبار مساعد نتنياهو ترجمة نانسي قنقر